من جانبها دعت مصر دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقوف على الجانب الصحيح للتاريخ وحملت مصر في كلمتها التي ألقاها مندوب مصر السفير محمد مصطفى عرفي حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن الاكتياح المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية مما ينذر بإفشال جهود وقف إطلاق النار وبإدخال المساعدات لقطاع غزة ويدفع لحدوث تبعات جسيمة تطال الجميع بما فيها إسرائيل أؤكد في مستهل كلمتي أن الموجف المصري واضح بجلاء منذ بداية الأحداث استرفض مصر وتدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة الوحشية على قطاع غزة وتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآن المسؤولية الكاملة عن الاكتياح الميداني المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية الأمر الذي ينذر بإفشال الجهود الحسيسة التي تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاز الهدى للإنسانية وإدخال المساعدات للغزة إلى قطاع غزة ويدفع الأمور إلى كارثة إنسانية محدقة ذات تبعات وخيمة للغاية على الجميع بما فيهم إسرائيل ترجمة نانسي قنقر